قصتنا النهاردة عن سلوة اللي اتجوزت من ابن عمتها رغم انها ما كانتش تعرفه كويس المهم اتجوزه خلفه بنت وسافر بره عشان يشتغل في ايامك كورونا مامة سلوة تعبت جد كلمته هي عشان تزورها قالها شوية كده هي افتكرت شوية كده يعني بالليل مثلا فظهرت مامتها لما عارف قالها خليكي عند اهلك وما ترجعيش بدأ بقى يسيبها بالشهور من غير ما يسأل عليها حتى بنته لما تعبت جت لها نزلة معوية حد الدكتور قال سلوة لازم تروحي بسرعة تعلق لها محليل في المستشفى جزها كلمها قال لها لا لا ما تروحيش هجيب لك حد في البيت عشان يعلق المحليل في لحظة غيز غضب كانت متعصبة سلوة رمت تليفونها كسرته عادت محبوسة زي ما بيقولوا كده في البيت لوحدها بين أربع حيطان جزها يتصل بمامته وأهله بالساعات وما يعبرش امراته فسلوة خليت باباها يشتري لها موبايل تاني قررت إنها تكلم واحد كانت تعرفه زمان قبل الجواز كلمته بس عشان تفاتفت معاه جزها لما رجع عارف موضوع كبر طبعا بقى فيه ضرب واشتيمة لحد ما هي ثبت البيت من كتر الضرب ودلوقتي سلوة متعلقة لا هي مطلقة ولا هي متجوزة بتقول إنها بتحبه نفسها تبدأ معاه صفحة جديدة ومش عارف هتعمل إيه وعشان كده منورنا ومشرفانا النهاردة دكتور أمل محسن استشاري الصحة النفسية عشان نشوفها نعمل إيه زيك يا دكتور أمل زيك يا حسيني الحمد لله روحك وحشتيني والله وإنتي كمان جدا بحبك أنا في القصص دي إيه رأيك في القصة بتاعت النهاردة القصة دي أنا هتدي معاها كي من الآخر لا أنا عايزة أبدأ من الأول ليه بس عايزة أقول كده عشان تسمعي مني حاجة عمرك في حياتك ما أسمع لتيه أنا مستني حتى مرضتش أسألك قبل ما نصور بصي بقى أنا عمري في حياتي هاي بتقول في الآخر هنعمل إيه أنا عمري ما قلتلك طلق صح عمري وخصوصا لأنت المدمن ما تديره فرصة الوحيدة اللي ممكن تقولي هجرب يروح ما صحة ونشوف لكن في الحالة دي وخصوصا لو فيه أطفال بس في الحالة دي أنا شايفة إنه لازم يحصل طلق ليه يا أمل يمكن يرجعوا تاني ليه يا أمل ليه بقى نبتزي الحلقة من الأول يلا يا مال يلا لا أنا موافقة بس أنا كان لازم أقول كده لأنه فعلا القصة أنا قلتها مرة واثنين وثلاثة في حاجات ليه علاقة بالثقافة والعقيدة وشوية تفاصيل كده مش هينفع تتصلح بمعنى أولا أنا سالوها سعبان علي جدا جدا دي ضحية ضحية مجتمع وضحية ظروف وضحية الثقافة بصراحة ثقافة صفر مش عايزة أقول حاجة أتحاسب عليها بس منه ثقافة يعني إيه لمين ثقافة مين ما فيش ثقافة في الأهل ولا في الأهل بس أخوها كان معارض واحدة متعلمة وعندها واحد وعشرين سنة تتجاوز واحد أكبر منها بسبعتاشر سنة تخيالي ما تعرفوش مع إنه ابنة عمتها وهو مع التدائية أي شرع وأنه دين يعني ما هو الشرع والدين بيعلمونا التكافؤ يعني ده جواز عقل المفروض صح؟ فجواز العقل ده بيتبني على منطق لازم يكون فيه تكافؤ ليه أخوها ما كانش موافق؟ لأن طبعا واضح اللحيد العائل في العيلة دي أخوها اللي يجذب في سنه ويجذب في حاجات تانية الأول الجوازة تبنت على عدم تكافؤ دي نمرة واحد بس ليه إحنا مش دايما بنقول لازم يعمل لا تكافؤ في السن ولا تكافؤ معرفة كرة ممكن لو كان أكبر منها بعشرين سنة بس الاتنين متعلمين كنتممكن الدنيا تمشي بس أحيانا الجوازات دي بتنجح لو في قرية من القرى بتبقى مو أخيانا بقى مش هينفع نقول أخيانا الست هي اللي بتربي فبيقولك مش مهم والراجل بيجيب فلوس فهو هينت قلتك عشان يتكلمه ويبقى فيه لغة حوار مش خرص زوجي فين الحياة هو ربنا يعني أنا دايما سندي ربنا طبعا سبحانه وتعالى فلما معروض أن أنا أقول حاجة أتسند عليها بقوة بلجأ للقرآن تمام؟ فربنا أقام الحياة الزوجية جعلنا بينهم مودة ورحمة فاناشي هنتكلم على مقاومات الزوج ما هو ممكن يبقى طيب جبناه شوكولاتة دور الأهل سالي هو إيه جب ليه شوكولاتة دي؟ دور الأهل دي طفلة دلوقتي من البيانات من القصة اللي تقالت عن مقدمة كده عن البطلة بتديكي معلومة أنها ما عندهاش خبرة في أي حاجة في الدنيا ما راحتش في حتة ما عندهاش أصحاب ما بتشوفش عائلتها ما بتشوفش عائلتها يعني مثلا ما ذكرتشي أنه بنت خالتي قريبة مني ما ذكرتش أختي أو ما ذكرتش أي حاجة دي حاجات مهمة أم؟ آه طبعا دي حاجات مهمة جدا لأن الحاجات دي هي اللي بتعمل بتخلي الحياة تمشي بمعنى أنا لو عندي أخت قريبة مني لو عندي صديقة أو جارة قريبة مني لو عندي خالة من سني لو عندي عمة من سني فالناس دي بتيجي تزورنا مرة في الأسبوع وإحنا بنزورهم مرة في الأسبوع هي بيكون في حياة لأن الناس اللي بتعيش في القرى ما عندهمش الفصح بتاعتنا أصدق يكون فيه نحن يبقى فيه تبادل قصدق تبادل ثقافات أو نتكلم في حاجة إيبا عندها حد تتكلم معي تبادل الثقافات عشان كده قلت أنا مش عايزة أدوش أهلي بمشاكل بالزبط فهي واحدة ما عندهاش أي خبرة في أي حاجة في الحياة جاء أقول لها ابن عمتك الرجل كده من أول يوم يعني أنت كبير والبعيد كذاب إيه الصفات دي كله عمل كومبو إيه الصفات دي دي صفات يبني عليها حياة زوجية محترمة نو نصة طغيرة طبعا لا أكلمك بقى هنا عن حاجة مهمة جدا عن سيكولوجية المرأة النوع مش المرأة بشكل عام المرأة اللي من نوع ده البنات في السن ده اللي بتخليها وفقت وسمحته على كدبه وفرحة بقلبة الشوكولاتة الأحكام المسبقة بقى حبيبة قلبها قلب أمها والهي حبيبة قلبي أنا متعطفة معها جدا ميبتجمع عشان تبقى عروسة ونفرح بيها إن هي كل حلمها إنه اللي جاب لها الشوكولاتة ده هيتكلم معها وهيخرجها وهيدلحها وهيوريها الدنيا بقى اللي هي ما شفتهاش والروايات والأفلام والمسلسلات الرومانسية خلتها يبقى عندها توقع فوفقت هي بتحبه يا أما هي حبيته من إيه يعني إيه حب بالنسبة لها وإيه مقفول عليها هي مصرفش يعني إيه أي حاجة في الحياة أصلا أنا بقى عايز أعرف هي بالنسبة لها هي حبيته من علبة شوكولاتة جابها لها بس أنا دي اللي أعطت عندها ورحبت أنها دي كانت آخر آخر حاجة إجابة أعملها في حياته بس لأنه هو كمان بقى ضد الدين ليه؟ يعني أين أنا هو جبتلك الآية وجعلنا بينكم موضة ورحمة موضة ورحمة ويبتكلم حدا تاني تشوف رحمة مني أو إدها ونبقى في موضة ثانية واحدة الآن لقتي أنا بتكلم على الجوازة من الأول فين بقى الموضة والرحمة اللي بينهم اللي منحها أنها تروح لأهلها طب أنت حبسها ليه؟ ما هو قال لها بعد شوية كده يا بعد شوية كده هي حبتك شنبريقة وهبلها فتكرت أنه قصده بعد شوية وبفعلا هي بتتكلم منتها البراءة ما هو أنه بالليه؟ لأنه هي ما جاش في دمخة أنه يمنحها عن أمها المريضة ففهمة زي يعني توقعاتها جاية من خبراتها وتوقعاتها في يعني بتحبه أنا بس عندي اعتراض كانوا يزوروا بعض في الكورونا عادي يعني أنا لازم أروح لمامته ومامته توفت من الكورونا فأنا رح أزورها في الكورونا هزين دكتور مصرح يكلمنا يشوفوا قصة دي لا أنه حتى دي أنه حتى دي إحنا ما بنفكرش فيها متخيل إحنا على سجياتنا إزاي خلص في كل حاجة فانت إيسي بقى بدي بقى ديش تقافة على الحياة كلها مفيش تقافة فهي كل توقعاتها وأحلامها اتهدت فعمتها دي المفروض أن هي حامتها فعمتها دي دي سخانته عليها لما ليه يعني ليه كده في كل الأحوال خلينا نقول أن الموضوع كله ما بنية على باطل فهو باطل جوزة بنيت على أساس فموكة نظري حرام شرعا اللي حالة كانوا يعملوا فيها كده بنسطرها يا أمي أكبر منها بعشرين سنة ويخدها في حتة تانية بعيدة يحبسها في البيت ويعملها وحش ليه ليه أو بعملها وحش جنيه وحش جنيه غلطان لا هي غلطة بعد قد إيدي بعد ما خليفت وبقى كده بعد إن ثانية واحدة الغلط مسألة نسبية جدا الغلط مسألة نسبية جدا إحنا هنا عندنا في مصر في مدارس مشتركة وفي أولاد وبنات أصحاب وإخوات متربيين مع بعض وفي حاجة اسمها صداقة محتف لحظة يأس محبوسة لأنه هي قالت أنا من الأول مرضتش أشتكي الأهلي علشان عندها أسباب ما قالتش الأسباب ولكن قلقتنا عشان ما أقلقهمش فتحترم أنا مش حاسن وبعدين أنا عايز أقول لك على حاجة يا سيدي برد حاجة مهمة قوي البنت دي لو وحشة مش تبعت القصة بتاعتها لا طبعا البنت دي ضحية أفكار وعدات وتقاليد الرجالة ما بتغفرش النوع ده من الغلطات يعني إحنا كاستشاريين نفسيين وكدور البلد وتكريم المرأة وإن أنا واحدة النهاردة بكلمك برضو من منطلق إن أنا أمينة المرأة في أحد الأحزاب على المنطقة دي حاجة جديدة أنا بقالي فيها قلوة جدا يا مهلي طبعا فأنا بجد إحنا كمان سيادة الرئيس اللي حصل في عهده للمرأة ما حصلش في عهد أي حد في الدنيا فما يصحش يعني ما يصحش إنه لسه في بنات تتضرب وتتهان وتتحبس وتتمنع من زيانة أمها الرجل ما بيين ولحد كده هي ما كانتش غلطة في حاجة أيوة الرجل هي الحد كده ما كانتش غلطة في حاجة إنه يتكلم واحدة بتريفون هي بعد كده بقى شاطان هي قلت لك بين قصين شاطاني وزيني لا هي في لحظة يأس مش عارفة تلجأ في مين وتاع غلطة هي ستة اعترفة البنت اعترفة الناغل قلت تتطلق لي بقى عشان يحنن قلب عشان يحس بغيابها لا أنا قلت تتطلق لأن النوع ده من الرجالة والأتيتود بتاعه كده من الأول باين ما أراش يعني إيه أحتوي مراتي ما أراش يعني إيه إن أنا أعقبها على الغلط وأفهمها وأحتويها عشان ما تغلطش تاني بالبلدي ما أراش يعني إيه الطلاقي ربي ما أراش يعني إيه يا سالي إن أنت تقهر أنوسة واحدة ستة وتهجرها بالشهور لكلام ولا تليفون ولا حنية ولا احتواء يعني أنا أنا متجوزك لإيه الطلاقي ربي ده اللي أنت أصدق عليه أنا عايزة بالبلدي كده عايزة فهمها بالعرب فهمها لو بالبساطة كده الطلاق هيوضح بعد فترة بعد فترة إيه بقى إن كان هو هيراجع نفسه ولما حيرجع مش هيزلها ومش هيضربها وهيعرف قيمتها ولما تتطلق حتكون هاي في مركز قوة هو بقى اللي هييجي يقول سامحيني ونطيجي صفحة جديدة وبعدين أخوها بقى ده يظهر ويبان عليك الأمان ويحط الشروط اللي يحمي بيها أخته يعني أنت عايزة تعلميه بالطريقة الصعبة بالطريقة اللي هو يفهمها فيه واحد محترم يولادة مش ابنة فيه واحد محترم مخلف منها بنت يطرد مراته وحماته من العزة قدام الناس عشان إيه ده هو ما عندهوش ألف بالتربية وعداته والتقاريد والأصول اللي هو بيكلم فيها مش موجودة عنده بس تعليق لك ده عدوك لو جاء لك تشيله فق راسك تعليق لك على حاجة جمل غلط عليك تعليق لك على حاجة أنت متحملة جدا أنا معاك جدا أنا متحملة جدا لسبب أن أنا أبصي المواد والرحمة والإحترام حين ينعدمه تنعدم الحياة أمل لما ضربها راح لها وإلى مرضيتش قاتلك الضرب لسه معلم على جسمي فيه راجل معرفش ثقافة الاعتذار مرة واثنين وثلاثة بيروح مرة لا بس هو راح ما بتقولك راح البيت وأنا كان لسه الضربة معلم في جسمي مرضيتش رواح معاه وأمه كانت عينة أنت فاكرة لما هي راح لها أول مرة عشان تقول لا أنا جاي عشان ابن ومش جاي عشان أصالحك فهي يعني يعني هي دمه هي آلة أو على قد يخي حد يخصك إنه يضرب لا مش على يضرب ولا أنت تيجي تقولي تجاش نشوف البنت تجاش نشوف البنت تجاش نشوف البنت امساكهم بإحسان أنا لو تقالي بتشوفي البنت لا شوفها بر حركة حركة ممكن تقعد في الجنين هنجبالك تشوفها بر ربنا قال إيه امساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان اي أنا عشان كده بقولك قبل ما بقول أي كلمة برجحها للدين علشان حتى لا نختلف بس هو برضو عدها لها ورح لها البيت لا هو ما عدها لهاش هو حبسها ثانية واحدة هو ما عداش ومش هيعدي خلص عشان كده أول مرة في حياتي المهنية عشرين سنة في الميديا عشرين سنة في الشغلانة تقريبا دي أول مرة قولت لا مع موجود أولاد طب ما هيجري يقول خانتني هي ما خانتهوش هيكلمت وحد تاني هيكلمت حد ما تعرفوش تفضفض معا إحنا مش متفقين إن المسج خيانة بص يا سيلي ده إحنا متفقين في حلقات كتير قوي شانية واحدة يا سيلي الخيانة أنواع آه لو الفكرة من أصلها إنها قالت أنا أعجبت بحد واتكلمت معاه وخلوه سامحني دي كانت تبقى قصة تانية خالص دي المسج معلش خليكي محددة عشان دي كلمة اللي حاسبني ربنا أيوة وليه اللي قدامك هيفهم كده أنا بقولك كده أيوة أنا أنت كلمتي أنا معرفش وانا هجبني إيتك منين هي قالت أنا قاعدة في لحظة يأس وغضب شديد ما تكلمي واحدة ما لقيتش ما تعرفش حد ما انت جبت ده من على الأكيد ده من على رقم غلط حد بكلمه عمري ما شفته ولا شفني وكنت محتاجة أاخد رأي حد يقولي أعمل إيه مع جوزي المضطرب نفسيا ده مش عارف أنا بقولي أن جوزها ده مضطرب نفسيا لأنه ما فيش رجل سوي يسيب مراته ويهجورها بالشكل ده وما فيش واحد يتعامل بمنتهى القصوة وكل حاجة لأ أو يحبسها في البيت طب هي عايشة ليه نباشا بتحبه تمسك عليها زلة يا ابني بتحبه يا أعمل أيوة بتحبه لا مش هفيتش غيره وأكيد خافت تقول لأخوها عشان أخوها كان يهيشمت يهي خالة الطل أبو سيب يعني يضربها إن دلوقتي أنا بحلل القصة أنا بحطش احتمالات بره الموضوع أنا جات لي معلومات في قصة حقيقية فأنا بحللها عشان أطراف القصة دي لما يسمعونا يارب يستفيدوا بس عايز أقولك أنه البلد كلها تبقى ضدك هناك عندهم هتقولك لأ أنا النهاردة لو دي بنتي وكلمت واحد يا ستي كلمت واحد أنا بقى أبوها أخدها حسبها الجوزة دي مش هتنفع تكمل هو أهلها طلبوا الطلق فعلا يعني أهلها قرأة دي قالوا تطلق بس هي قالت له أنا متمسكة بيك وبحبك فهو أكمل معها هو أكمل عشان ينتقم أهو أكمل عشان ينتقم وهيوريها أيام سودة وعلى فكرة أنا بقى أخوفي في القصة دي عارفة على مين على البنت الصغيرة هتشوف أيام سودة مع أمامي هتتطلع معقدة هتشوف أمها متهنة وحتشوف أبوها مش مزبوط والبنت دلوقتي صغيرة فإحنا عايزين نلحق قبل ما تشوف مشاكل أكبر لأن لو الأم دي اتضربت قدام البنت البنت دي زايعوها ربنا يسمحهم هم اللي اتنين لأن اللي هيقضوا عمرهم كله يصرفوا على علاجها النفسي ومش هيكفي طب وبعدين هو هيكمل معها يعني أنا بقولك الخطوة الأولانية الخطوة الأولانية إنه أخوها وباباها وعمها يقولوا يا جماعة ربنا قال في القرآن الكريم والشرع قال امساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان فأنت يا هتمسك عليها وحتعملها بما يرضي الله وتبتدي معها صفحة جديدة بشرطنا يعودوا قعدة قوة يعني إيه بشرطنا يعني لازم تشوفها أيام في الأسبوع وتعشرها بما يرضي الله وتديها حقوقها الزوجية اللي هي إيه بقى الكلمة الطيبة وتسلم إيديكي ومش تقعد تهنى وتقارن ما بين سلفتها وما بينها هو أنت إحنا مش أنت مش بتتجوز إشان تهنى وأنت خدتها عيلة صغيرة وهي أحسن منك وبتحبك وأنت لا بتحبها ولا نيلة آخر حاجة أختم بيها معاك يعني أنا أنا معجبة بكلامك جدا وأنتي عارفة بس أنا لازم أبقى أخذ برضو الصعيد ده والصعيد ده لأنه أنا بشوف كل حاجة في قصة حقيقة إعلامية فلازم تقولي كل الحاجات طبعا أنا هنا استشاري نفسي متخصص هتحاسب على علمي وعلى ديني وعلى كل كلمة بقولها طبعا الرأي بقى الثاني اللي هيجي يهاجم أمل محسن ويقولك يعني أنتو غلطانين وكمان بتبجحوا لا البنت مش غلطان البنت كان عندها رد فعل رد فعل على سنين من الهجر والإهانة والضياع غلطت وقالت بين قصين إيش لحظة شيطان نقتلها لو كانت قالت مش لحظة شيطان طلقها ما يضربهاش لو كانت قالت مش لحظة شيطان ما يضربهاش وإنه أنا أعجبت بالشخص كنت هقول لها تستهلي تترجمي في مدنعين تفرق نورتين يا موالي أنا بحلل الكلمة خذي بالك قلنا لو رسالة وكانت قالت أعجبت بواحد وسمحوني يقولولي أعمل إيه كان بقى في كلام تاني خالص وقد حتبقى الحلقة حاجة تانية خالص طبعا أنا بحلل اللي انت قلتيه في المقدمة واللي أنا قريته واللي ربنا حيسألني عليهم الإيه يا ما مش أي حد تاني لخايفة من جوزها ولخايفة من أبوها طبعا في رأي تاني برضو هيقولك ما ليش دعوة بالنواية مهم من الفعل حصل هو حيبتل بحسب عن نواية ربنا مش البشر أنا ليه أنت كلمتي واحد تاني وأنا مش موجود مهما أنا عملت فيك خلاص يبقى وأنا عمري مخونتك زي الفل عملية مظيفة طلقني طلقني خلصنا موافع أيوة ما هو كده يا تعشرني ما يرضي الله وتتعيدل معايا عشان ما تكلمش حد تاني غيرك كده وش واو آه مهم أمال أنت عايز تحبسني وتاخد تليفوني وتمنعي روح لأهلي وتضربني قدام بنتي وما تجيش تشوف بنتك وممتك تتحكم فيا وسلفتي تتحكم فيا وتسمح لوحدة غيري تكويك هدومك وتهتم بيك وتعمل لك حكتك وجمان جايت تحسبني رفقا بالقوارير كفاية أنه قال لها أن مرات أخويا أحسن منها آه ده ما يستهلش دفرها أنا الكلمة دي تخلص ده ما يستهلش أنا لو منها من لحظة اللي قال لها كده دي كانت لازم تروح تندهى أبوها وأخوها تعالوا شوفوا أنا ده كده عشتي مع حرام أنت بتبص لمرات أخوك ما اتهموها اتهموها أني بتتكلم في شرف مرات أخوك ممكن أقول بقى آخر جملة مفيدة في علم النفس في علم النفس والدراسات كلها أثبتت أن الإنسان بيشوف من اللي جواه هو عشان هو مش مظبوط من جوا بيبصوا على ستات تانية ففاكر أن كل الناس خينا زيه ما كنتش عايزة أقول كده بس أنا لازم أقول برضو كلمة حق نورتين يا مولي شكرا